نحن أكدنا لكم مرة الماضية أن الحصول على الوثائق الرسمية سواء كانت جوازة أو تطاقة أنه حق للمواطن وأن الدولة لا تضعقية عراقية أمام حصول المواطن سواء كانت معارضاً أو مولئة موالية وسواء كانت معارضاً ناصحاً أو ناضحاً أنهم دائماً الحصول على هويتهم وعلى أراقهم الثبوتية أنه حق لهم ولا هناك أي عراقين تقف في وجه هذا إلا أن الحالة المدنية كما تعلمون ونظرة للبضعية لتعيش الموريتاني والعولمة والتسدل الموجود في كل مكان والإشارة السرية والقضايا الضضبط الحالة العملي لأنها لها إجراءات ولها قوانين وهذه القوانين أي إنسان توفرت فيه سواء كان معارضاً أو موالية يجد إذا يستلم أوراقه ومن اختلت في هذه المعارض سواء كان موالية أو معارضاً ستتوقع سلن يحصل على هذه الأوراق ما لم يقم بإصلاح تلك الاختلالات وليست المعارضة طبعاً وسيلة للحصول على الأوراق أو لإعفاء من هذه الإشارات كما أن الموالات أيضاً ليست وسيلة لإعفاء من هذه الإشارات إنما الإشارات تطبق على الموالي والمعادل ولعد البعض بكونه معارضاً يريد أن يحصل على الأوراق أو يتساهل معه لكي لا يقول أنه منع الأوراق لمعارضته هذا يظل لن يشعر بالسلطة المعنية بهذه الإشارات والمعايد أن تتساهل مع المعارض مخافة أن يقول أن معارضته كانت سبباً في عدد حصول على الأوراق ولذلك عندما تجدون حتى الحال الماضية لما حصل صعبها على أوراق وإشارة الأمور حسب المعايير التي تطرحها الجهة المعنية بهذه الإوراق أنه مستلم الأوراق وإيضاً المعارض الآخر أو الموادي إذا كان هناك حال أخرى عندما يراجئ المعايير والشروط المضلوبة ويجد أنها تتوفى في سجد أوراق طبعاً اشتركوا في القناة